في صلاح الدين عادت حكومة المحافظة افتتاح مركز ناحية ينكج التابعة لقضاء تسخورمات تمهيدا لعادة النازحين إلى الناحية وأكد لواء الرد السريع الذي تسلم مهمه عقب انسحاب الحجر الشعبي من المنطقة أن مرحلة إعادة النازحين تتطلب ملأ استمارات أمنية لتدقيق العائلات النازحة التي ترغب بالعودة لضمان عدم تسرب متهمين من العائلات العائدة مبينا أن القوات الأمنية بدأت استعدادها لاستقبال أولئك النازحين حاليا تجمعها لإسليمان بيك تم عودة بعض العوائل من مناطق مختلفة إلى محل سكنهم معززين مكرمين ولذلك بعد استتهاب الأمن في مناطقهم حاليا يوجد لدينا بعض الإجراءات الأمنية توجد استمارة أمنية لذلك معرفة العدد وخوف من تسلل بعض الناس المغرضين مع العوائل المظلومة التي كانت مهجرة حقيقة لدينا بعض الإجراءات فقط بسيطة جدا من قبل لجنة مشكلة في ناحية من كافة أجهزة الأمنية الاستخبارات المخابرات الأمن الوطني أضافة إلى الشرطة إلى المكونات كافة الموجودة يتم تدقيق الأسامي ومن ثم يتمون إلى محل سكنهم معززين مكرمين